من جديد مولية أني ببيبك نصله ليسي من الأبرار مع الإمام الختيم محمد بن عبدالله أهلا وسهلا مرحبا بيك أختي نرميل مرحبا بيك وكافة مجتمعي إذاعة كافة فان يعطيك الصحة سي محمد ليلى ليلة النص وبرش رنيس في ليلة النص يقول لك لازم انطيب وراهو عندها قيمة وعندها وفما حاجة معناها المشكل والشيء على كنهارنا عندي الإجابة على السؤال هذي لأني في الكواليس اسألتك والبارح مشي في بلهم أنه ليلة النص من رمضان عندها قيمة وإضافة دينية واللي هي كما ليلة 14 كما ليلة 13 كما ليلة النص تختلف على ليلة 27 يعني ما هيش باقي الكم والتأثير الديني القوي كما 27 لكن صحنا المعلومة هذي خنابدو بها بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله لسيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله وبهي أستعين بالنسبة للموضوع اللي ذكرته أخت نرمين هو في الحقيقة معناها عادة قديمة متأصلة في جدودنا وفي أبائنا في الكل ويسميه ليلة النصف أو ليلة الموسم حتى في بعض معناها تسميات متعوه وارتبطت به جملة من الممارسات معناها الثقافية للناس تقوم بيها ومن ضمنتها إحنا يعنينا الجانب الديني من ضمنتها معناها يفردوا اليوم هذي أو الليلة النصف هذي بتطيب معين كما كنت تذكروا معناها في برنامجكم منذ قليل ولكن في الحقيقة بعد التأمل أنا الذي ثبت لدي والله وأعلم أنه ليلة النصف هي معناها كما باقي الليالي ما فيهاش مزيد مزية استثنائية لا يثبت فيها معناها حاجة دينية خاصة إذا كانت مزية فهي من مزايا معناها ليالي البيض ولا باقي أشهر الكل وإذا كان فما من مزية فهي من ليالي رمضان كذلك وهذا أمر مهم جدا أمر كبير يسروا وجردوا أن الإنسان يحيي ليلة من ليالي رمضان وربما عندها صفة اعتبارية باعتبار أنه اقتعنا معناها نصف شوط في صيام شهر رمضان ومع ذلك نحن نقول فما حالتين معناها هنا فما ناس فارحة بانقضاء نصف من شهر رمضان وفما ناس معناها فارحة في أنه بقالهم النصف من رمضان وهذا يفرق أنا في تقديري اللي يحب يتخلص من شهر رمضان وهذا ما يقل إن شاء الله وهم مش موجودين يقول لك كمنا اشتر شهر رمضان والحقيقة إحنا الإنسان المؤمن لما يستشعر فضل شهر رمضان يقول ما زلنا النصف من شهر رمضان وهذا المهمة نحن نحب ثمنوه بل ما زال الأهم في النصف الثاني من شهر رمضان اللي هي العشر الأواخر وما أدراك ما العشر الأواخر إن شاء الله معناها ما نقول فيها بعض التفاصيل في لقاءات أخرى اللي فيها ليلة هي خير من ألف شهر فيها ليلة قدر اللي الإنسان إذا تحراها ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه على كل حال نحن سيرنا معناها الأجواء هدية معناها متاع المجتمع ونقولوا أن ليلة نصف من رمضان هات نعطيها أهمية ولكن كيفاش نكسيوا على هذه الأهمية اليوم حبينا نختاره من المواضيع موضوع يمكن معناها يبدأ يزيد يقربنا ويزيد يخلينا نعيش أكثر أجواء العشر الأواخر من شهر رمضان اللي هو شهر رمضان هو شهر رمضان برش حاجات هو شهر رمضان صبر هو شهر رمضان تغيير ولكن نحن اليوم حبينا نخصه بهذه الخصيصة هو شهر الدعاء حبينا نعمل بعض الوقفات على فقه الدعاء وأداب الدعاء وأول ما يمكن أن نوقف عليه أنا في هذا المعنى هو فم آية قناها في سورة البقرة مخبية آية فين جات جات في معرضي أن ربي سبحانه وتعالى يذكرنا في الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات الآيات ثم بعد يجينا آية يقول فيها ربي سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية اللي هي الآية 184 من سورة البقرة ثم بعد يجينا آية قال فيها ربي سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا ثم بعد يرجع ربي سبحانه وتعالى يقول في الآية 186 من سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم انتبهتوا الحاجة في هذا التسلسل الآيات الكل المذكورة 182 و83 و84 من سورة البقرة هي آيات تحكي على الصيام تحكي على فضل شهر رمضان ونلقاها كآية جات في وسطهم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ثم يرجع ربي سبحانه وتعالى يتحثن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إذن كأن الله سبحانه وتعالى يحب يقول لنا أن هذا الشهر يحمل فيه وفي طياته وفي معانيه معنى الدعاء بل وفيه أفضل معاني الدعاء هي معنى استجابة الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وهنا لنا وقفات مع هذه الآية فضلا عن موضعها الذي ذكرنا في سورة البقرة نلقا أن ربي سبحانه وتعالى في عدة مواضع من القرآن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة يسألونك ويسألونك إلى غيره من الصيغ ولكن في كل مرة قال ربي سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه ما إثم كبير وقال ربي سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتام قل إصلاح لهم خير وقال ربي سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفوها ربي نسف إلا في هذا الموضع قال ربي وإذا سألك عبادي عني قال جاوبهم يا محمد قال فإني كأن الله سبحانه وتعالى تولى الإجابة أصالة ولم يكلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم علماء اللغة والتفسير يقول حذف الفصل زيادة في الوصل حذف الفصل شنو أكل فاصل هذيك ويسألونك قل أكل قل لذيك ولا فقل نحاها ربي سبحانه وتعالى زيادة للوصل زيادة للوصل بينه وبين شكون أختي نرمين بينه وبين عبده وإذا سألك عبادي عني يا محمد هني نمشي جاوبهم فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون شرط الاستجابة بسيط جدا إيمان بالله فليؤمنوا بي وليستجيبوا لعلهم يرشدون إذن هذه النقطة الأولى هي الانتباه إلى موضع هذه الآية في سورة البقرة وإلى لذيذ قرب الله سبحانه وتعالى في هذا المعنى فإني قريب أبو موسى الأشعري يحكي لنا حديث رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحنا مسافرين فكنا إذا أشرفنا على واد الهللنا وكبرنا نعيته وإذا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا عن أنفسكم بالسياسة أربعوا عن أنفسكم فإنكم والله لا تدعون أصما ولا غائبا إنكم تدعون سميعا بصير واللي هو سميع قريب لي هو ربي سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تحس بقرب الله سبحانه وتعالى معاك في لحظات معينة هكا هو القرب والله أقرب إليكم من حبل وغيري وتستشعرها معاك كأنه هو ربي معانا في كل لحظة وإحنا نتوقع دين ومستمعين ولكن أنت بجوارحك تكون على يقين بالشيء هذي وبقلبك المؤمن وباستشعارك قرب ربي سبحانه وتعالى تشعر بهذه المعية يقول المعية إن الله مع المؤمنين إن الله معنا وذي يقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتولنا أن نستحضر وقفته ووقت لكان معناه متخفي في الغار السيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قالوا يا رسول الله لو أن أحدهم اطلع بين قدمي خطر كانوا واقفين على الغار هما وفهم شق في الغار لو أن أحدهم اطلع بين قدميه لرآنا يجي الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم جواب المطمئن جواب الواثق بالله سبحانه وتعالى قوم سيدنا موسى لما أدركهم فرعون قالوا إن لمدركون ش قالهم سيدنا موسى قال كلا إن معي يا ربي سيهدين إن معي يا ربي سيهدين سيدنا صلى الله عليه وسلم لما قالوا أبو بكر صديق لو أن أحدهم اطلع إلى قدميه لرآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر إن الله معنا وجمع في الماعية هو أبا بكر إن الله معنا ما ظنكم باثنين الله ثالثهما كل ما تستشعر معي تربي سبحانه وتعالى لهو معاك لهو قريب لك كل ما تزيد ثيقتك وطمأنينتك ابن عباس كان قال كنت مرة ماشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات يا غلام وقت كان صغير قالوا يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بأمر أو بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وأن اجتمعوا عناء ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف هو صغير يعلم فيه في اليقين يا غلام احفظ الله يحفظك وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله هذا هو الدعاء وأنك تؤمن أن ربي سبحانه وتعالى قريب لك ترفع يديه إليك في كل وقت تهز بكل ما جاش في خاطرك وهنا نحب نوضح نقاط نحن قال ربي سبحانه وتعالى وقال ربكم أدعوني أستجب لكم هذه في سورة غافل وقال ربكم أدعوني أستجب لكم فما شرط قريناه نعم فما حتى شرط فما حاجة فما حتى شيء بدون أي شرط ربي سبحانه وتعالى طلب من أمرا الدعاء ووعد فيه بالاستجابة لا تقول لي لا أنا معناها عندي ذنوب كثيرة ولا تقول لي أنا منيشي على وضوء هذوما كل من شروط الكمال هذوما كل من معناها من محسينات ومن آداب الدعاء لا تقول لي أنا منيشي معناها ما نعرفش نقول بعض الأدعية وبالمناسبة لما نعرفش نقول بعض الأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كما لصلى هو مع أصحابه قال واحد اسمع فيه يدعي عايت له قاله بماذا تدعو قاله والله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاث كل كلامك المرتوب وكل ما هو برشة ناس عندهم عقدة من هذائي ذور لي يبدأ معناها من يقول كلمة لما يحاول يجيبها مسجوعة ويقول لي كانت ومش نهزي داي وندعي أنا كما كالعالم الفلاني ولا أنا كما كالداعي كالمعروف الفلاني ولا أنا كما كالشيخ الفلاني رأوا يقول فيه كلام ما شاء الله هذا تقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا فلان بماذا تدعو قال والله لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاث قال إذن بماذا تدعو قال أسأل الله الجنة ويستعيذوا منه من النار قال حول ذلك ندندن فكل ما عدوا عذاك احنا ندندن باللي عندك باللي عندك غير شي يلزم هداية ومش نجمو نحكيه وحنا حتى بش نسمو معاك شوية دعاء إن شاء الله على ما تيسر نحن ما نشي من دعاء ولو لأ أنه معناه الأمر اقتضى الحقيقة أنا مش نعطيك موقفي شخصي من سال لشانه مش ندعيه لكن أنا ما نشي من دعاء النيابة في العبادة ولا النيابة في الدعاء سادة المستمعين يكملوا البرنامج هدايا وبعد هم أبيدهم يقولوا يا ربي عندي جاري عمل كذا ربي يهديه يا ربي عندي بنتي أنا ما نعلمش حال بنتك وما نعلمش حال ولدك وما نعلمش عن أدعية من جوامع الكلمة عن نبيه صلى الله عليه وسلم عندي أدعية العامة لكن أنتي أنتي قلبك شنو وهو مع ربي سبحانه وتعالى شني مش كلتك شنو أهمك شنو موضوعك أنزله بالله سبحانه وتعالى كما كل رجلك اللي دعاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الجنة ويستعيده من النار كما تحب اللسان الذي تريده فأدعو ربي سبحانه وتعالى أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة رد بالك تدعي ربي سبحانه وتعالى وانت تجرب فيه زي ما يعطيني ولا ما يعطينيش مش هذا يظن بربي سبحانه وتعالى أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة لذلك وعدنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى يبقى يسأل واحد قل لك بالله طي وانتم تقولوا من بكر يستيجيه بربي سبحانه وتعالى يستيجيه بربي سبحانه وتعالى تهاو دعيت قداش بمره ومستجيب ليش هنا لابد من توضيح نستحقوا لهنا توضيح حاطر برشا يقول لك راني فم مشكوه حتى عشرة سنين مندعي ندعي نفس الدعوة ولكن لم تستجيب لو لم يستجيب لي وهذه هناك أسباب اللي قد منحبش أدخل في قليمة كما حسب ديرايتي البسيطة وقت القدر وقلمة اللي انتي تطلب فيه بالضبط هو فم المعاني هذو ما موجودين في أولا الساكة فم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث وهذا مربط الفرس إلا أعطاه الله إحدى ثلاث ما قالش إلا أعطاه الله جوابه لمسألته ربي سبحانه وتعالى يستجيب ولكن ليس على مرادك إنما يستجيب على مراده فإما أول حاجة إما أن يعجل له دعوته وهذا وجل من أوجه استجابة الدعاء دعوت أنت من نجاح ربي سبحانه وتعالى يقيض لك النجاح دعوت أنت معناها بالزوجة الصالحة ربي يعطيك ولا الزوجة الصالحة الثنين في الاتجاهين نراه ربي يعطيك سؤلك دعوت أنت معناها بالذرية الصالحة ربي يعطيك إلى غير ذلك فهذا يطابق جواب عين المسألة وإما أن يدخلها لك في الآخرة وفي ذلك منع وفي ذلك حكمة من الله سبحانه وتعالى ادعيت 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 ربي ما يعطيكش في الدنيا يعطيك في الآخر وإلا الحاجة الثانية أن يصرف الله عنك من السوء مثلها قال إذن نكثر السحابي قال فالله أكثر فالله أكثر والله أكبر من هذا بكثير أنت إذن لما تفهم هذا المعنى أن ربي سبحانه وتعالى قد يعطيك وقد يمنعك لعين مصلحة فيك يستقر أمرك ويستكين تعرف أن ربي سبحانه وتعالى الخيرة فيما اختاره الله وخيار الله للعبد أبرك من خياره لنفسه كما ربي أراد أن يعطي في عين المنع عين العطاء وربما في العطاء عين العقوبة وإحنا أبينا في بعض المسائل سابقا كانت تذكره فأما الإنسان إذا ما بتلاه ربه فأكرمه ونعامه بالإكرام والإنعام قد يبتلا المرء إذن هذه أحد سيغمتع أن الإنسان يستجاب له حاجة ثانية قال سيد النبي ما من أمر المسلم يرفع يديه بالدعاء بغير إثم أو قطيعة رحم ما تمشيش أنت زاد تدعي على الناس تقول ربي ما ستجاب ليش وما تمشيش أنت تدعي على قطيعة الرحم تقول ربي ما ستجاب ليش هذو ما معناها ما يتمشاوش مع فقه ومسألة الدعاء الأمر الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبرة يطيل السفر جاء من بعيد يرفع يديه إلى الله أشعث أغبرة معناها الوصفة ليوصف به النبي صلى الله عليه وسلم معناها ذا إنسان في قمة الذلة والمسكنة لو كان أقسم على الله لأبرها قال يرفع يديه إلى الله يقول يا ربي يا ربي فيقول الله عز وجل أن يستجاب لك يا عبدي وقد غذيت بالحرام وملبسك حرام يشلين أنت تأكل الحرام وتلبس من الحرام وتتعدى على أرزاق الناس وعلى أعراض الناس وتحب تهز يدك كما الصالحين وكما الناس المجتهدين والناس اللي فاقهين على ربي الدعوة وفاقهين على ربي أسراره في الكون وتحب أنت يستجاب لك ما يستجاب لباقي الخلق هذا ما يجيش هذا يولي تعدي على الله سبحانه وتعالى إذن هذوما من المسائل كذلك تمنع الدعاء ثم قال السيد النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل بمعنى السيد النبي قال ثق وتأكد أنه فما استجابة في الطريق لكن ما تستعجل قالوا وكيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت دعوت فلم يرى يستجب لي قال أنا من البارح يدعيت ياني اليوم يدعيت واني عندي جمعة لتالي ندعي وهذا مثله كمثل من يزرع زرعا في الأرض يتعهده بالسيقاية يوم يومين ثلاثة أربعة والنبتة قاعدة تطلع أنت ميش قاعدة رفاهية فين موجودة تحت الأرض قاعدة تطلع يوشك أن يبرز منها ذاك الأخضر مش تبدأ تجمع عندي وتسيب الدعاء وتسيبه أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى كيفاش أخت نرمين تدعو الله سبحانه وتعالى بإلحاح تحب نعطيك صورة من الإلحاح بالنسبة للسيد المستمعين اللي عندهم أولادهم خاصة أن أولادهم صغار تحبك تشريله مثلا أنا عارش أنا لعب نقولوا هاتف تويك الشيء الكثير اللي معنا يرايش بين الصغار يقعد يجيك ويشد فيك ويعنقك ويبوسك ويجيك على اليمين ويجيك على اليسار وانتي تدز والمرة اللولة يلحلح ويرجع لك غضو انت يقول صحيح كملنا سكرناه الملفة ذا يعمل لك نهارين ثلاثة ويرجع عند رأسك كل عايش باب عايشو من يقتلك ويجيب لك معناها وسيط دخلك أمه في العملية باش هي كي تستفرد بيك تقعد وتحكيه في نفس الموضوع ملح ملح يريد حتى ياخذ حاجته ويأخذ مسألته يوشي كل إنسان أن يطرق الباب فلا يزال ويطرق حتى يفتحوا له الباب هذك مسألة الدعاء بالأحاق تلح مع الله تلح مع الله ما تسيبش الدعاء إذا كان هي قضية عادلة وإذا كان هي مسألة من القلب وخارجة فيك عندك صحة البدن عندك الأموال معناها عندك معناها الناس سنافرتك عندك وضعيات مع الناس يزديك الرب سبحانه وتعالى وارد بالك وأنك تستي مع ربي سبحانه وتعالى ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل الدعاء من قلب ساه الله شنو القلب الساه الله ربي أعطيني كأنه معناها إنسان هنا ينخرى في خرافة فهمتني مش هداك الدعاء الدعاء تستحضر حقيقة المسألة متاعك حاجاته كان فيه ماذا تتمثل وتزديك الرب سبحانه وتعالى وقولها بأي لفظ قلت وقولها بأي لسان أعجمي عربي بالفرنسي بل أنت تعرف غير حل أمش نتكلم كلمة معناها حل الرزوء بينك بالرب سبحانه وتعالى شفت الرزوء يظل مسكر ما تجيكش حتى اتصال وما تجيكش حتى معناها معناها نوتيفيكاسيون لكن لما الرزوء يكون محلول هو ذيك لحظة الرزوء اللي تحلها أنت مع ربي سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى حلو المثال متاعك ها حلو المثال متاعك هاي هو ذاك أنت غير كيفاش هذيك أمرك أنت معناها استشعر بكي عند ربي ثم باي اه قبل ما نختمسي محمد نحب نسمو حتى 3 دقائق دعاء معناها 3 دقائق الأخيرة باي خمطلو كليمة قبلنا على كل حال نحن السادة المستمعين نحن قربنا لفترة معناها هامة في الصيامة بتاعنا وهي مش نشق الفتر والفترة هذه هي فيها لحظة متاع استجابة دعاء لذلك قول سيد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ليس بينها وبين الله حائل يقول عبدي لأنصرن وعزتي وقدرتي وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين جماعة ربي سبحانه وتعالى في الموضوع هذا بين إمام عادل قداش يلزموا من نزير ومن مؤسسة ومن إدارة ومن ناس ومن محاكم ومن أجهزة تخدم معاه وما بين إنسان مظلوم قداش تعدى على رأسه وجاء في وسطهم حتى كل إنسان الصائم قالوا عندك دعيوة مستجيبة مستجابة من هنا لين تفطر كل بطرياتك اللي فابل تويك ومعادش فيهم هذه لحظة الظل واستكان إلى الله سبحانه وتعالى يتجلى فيها قول الله عز وجل يا عبادي أنتم الفقراء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نحن في حالة فقر نرفع ودينا إلى الله سبحانه وتعالى على الله عز وجل أن يتقبل منا بعد الثناء عليه وبعد الصلاة على رسول الله ونختم بالصلاة عليه فالله أكرم أن يرد ما بينهما من دعا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي عليه في الآخرين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صلي عليه صلاة ترضى بها عنا وصلي عليه صلاة ترضيه بها عنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لنا صلاح ولك فيها رضاء إلا أعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عفيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا واجعله الوارثة منا أبدا ما أحييتنا يا أرحم الراحمين اللهم اشفي المرضى منا يا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا الذنوب التي توجب النقم واغفر لنا الذنوب التي توجب التي تمنع الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تمنع القطر من السماء يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا يا أرحم الراحمين اللهم وكما أغثت قلوبنا بالدعاء في هذه الساعة إليك فأغث أرضنا بالمطر والقطر يا أرحم الراحمين اللهم هيئ لنا من أمرنا أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه على المنكر على بصيرة وترون يا أرحم الراحمين اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي بناتنا وابناءنا يا أرحم الراحمين وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في آبائنا وأمهاتنا الأحياء وارحم منهم الأموات يا أرحم الراحمين اللهم فرج عن بيتك الأقصى يا أرحم الراحمين انصر إخواننا في كل مكان يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمين يا ربي إن شاء الله يستجيب الدعاء هذه ودعاء هذه إن شاء الله يا ربي